اللي كلنا بندور عليه في الأرض متعلق من ربنا يحبني ربنا يحبني ازاي أصلا مفيش سؤال اسمه ربنا يحبني ازاي لأنه ربنا بيحبك هو أصلا بيحبك لو لأنه أحبك ما أوجدك خلص الموضوع انت لو تحبنيش هتجبني هنا مكتبك هو أصلا يحبك عارف السؤال ايه انت محتاج تتيقن انه هو بيحبك ما تدورش عمله عشان يحبني ان الله يحب هو بيحبك يقول له يا أبا بكر إن الله راض عنك فهل أنت راض عن الله يقول له رسول الله هي العكس بس يمكن حضرتك يعني يقول له لأ إن الله راض عنك فهل أنت راض عن الله ويسأل سيدنا موسى يقول له يا رب ما علامته سيدنا موسى سأل نفسه سؤالك ما علامته رضاك اعمل لي عشان ترضى عني قال يا موسى رضايا من رضاك أنت عني ايه امتى هردى عنك لما أنت ترضى عني لما ترضى عن تصرفاتي فيك لما ترضى عن الوضع اللي أنا حطك فيه وقتها أعرف أن أنا راضي فالله يحب لا هو ربنا بيحبك المشكلة عندنا أتيقن وأؤمن تماما أنه هو بيحبني فأعرف أن أنا محبوب فوقت ما أغلب بأروح أستغفر وقت ما تحصل أزمة أعرف أنه هو بيحبني فدي أكيد لها مخرج تاني أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب أنا لسي ما متأكد أنه هو بيحبني لأنه خلقني إنسان مكرم ولأنه قال أنا فخته فيه من روحي كان قادر أنه هو يقول للملائكة تصوروا صورة جثة كده وروحوا منفخوا فيها الروح قال أنا فخته فيه من روحي فأنت فيك روحه سبحانه وتعالى وتقول لي ما بيحبكش منفخ فيك روحه الجنة قال أعددته بنفسه سبحانه وتعالى لعبادة الصالحين فيها ما لا عين ونرقت ولا أذن ونسمعت ولا خطر على قلب بشر جاب الملائكة يسجدوا ليك اللي هم المكرمين لا يعصون الله ما أمرهما فعلونا ما أمرون طرد إبليس عشان رفض يسجد ليك وتكبر وقال يلا أخرج منها ولما حصلت المشكلة والأزمة وقاء وعصى آدم ربه رباه سبحانه تعالى هو اللي اشتباه وتاب عليه وقال له لقنه قال له لما تغلطي آدم قول أستغفر والله توب بس وأنا توب عليك ولما جينا الزل ويقول له يا آدم أكنت تريد أن أعصمك قال بلى يا ربه ما كنتش خرجت من الجنة وكنتش حصلت المشاكل ولا عملنا معاصي ولا عدنا للأعدل اللي احنا عدنا دي قال يا آدم وإن عصمتك قال يا آدم إن عصمتك فعلى من أجود برحمتي وعلى من أمنه بتوبتي أنا لو عصمتك كنت مغلطتش أنا هرحم مين وتوب ميئة وتوب على مين بس يا آدم لا تحزن فلك خلقتها أنا خلقها أصن عشانك أنت فلا تحزن انزل بقى أنت بس اسعى وحسب